ما شاء الله شكرا رياض كيف كانت بدايتك في هذا المجال البداية كيفاش كانت لو تكلمنا بدايتي حول المغامرات حول الاكتشافات بطبيعة الحال بدأت في الجزائر لما كنت قم بترحال حول الجزائر بالدراجة الهوائية مع ابن العم يعني جاءت الفكرة يعني سمتها من ما يعني نعم بطبيعة الحال كنت نروح نسافر بالدراجة مع ابن العم مع ابن العم للمجهوله تحية كنت نسافر نكتشفه حاجات جديدة في الجزائر وبداي يكبر هذا الشغف وبداي يكبر هذا حبت الاكتشاف وحبيت نشوف في الخارج كيفاش راح تكون يعني هذا علاش خيارت نروح نسافر باش نكتشفه عادات وتقاليد مختلفة في بلدنا العالم قبل السفرتعك وش هي الدول اللي تمنيت تروح لها أنا كنت تقدر تقول كنت نحب بزاف دول آسيا طبعا دول آسيا ديما كنت نبحث عليهم لأنه قريبة لنا في الثقافات وتقاليد المسلمين تقدر تقول قريبة لنا نعم كين بزاف مسلمين هناك حتى في الأكل تقريبا نشبه هنا شوية نعم أيضا دولة أخرى وإفريقيا وكنت حاب نروح لإفريقيا ما هي الدول الإفريقية يعني وش هي الدولة اللي تحبها بزاف في إفريقيا دول إفريقيا كنت كين بزاف كل دول إفريقية نحبهم يعني أنا حاب نكتشف كل دول يعني ما كاش دولة مميزة ولكن تقدر تقول أني حاب نبدأ بإخوتنا الموريطانيين في الموريطانيا إن شاء الله إن شاء الله أخر ياربنا نعم أول رحلة قمت بها يعني أول رحلة قمت بها من الجزائر خرجت من الجزائر وحكينا عن شعرتك كيف أشكعت أول رحلة قمت بها أول رحلة قمت بها في ماليزيا ماليزيا نعم ما شاء الله هذه الليلة اللي سافت فيها نشفلها مرقتش يومين يعني الفرحة هذه يعني من كيما أقول الصرحة يعني الحماس بطبيعة الحال أول مرة ندخل المطار يعني ولا مرة سفرت في حياتي وصفرة لبلد أسيوي ولي نعشقه أنا بزاف يعني كنت متحمس بزاف بزاف أحكينا عن الإجواء يعني قبل ما تركب في طيارة الليلة نهار نط صباح كنت خايف أحكينا يعني أحكينا لأن الصفر اللي رحت له رحت لو وحدي وكنت خايف بطبيعة الحال وخفت لي ميغراسيون وخفت كيفش يهرون أحكينا في النهار اللي مرقتش فيه وكيفش نط صباح وكيفش رحت للطائرة أحكينا يعني بتفصل ما نشفاش عليها بزاف لأنه كانت عندها ربع سنين نعم ربع سنين مني كانت ورحلة تيئي وطحت مع الكوفيد يعني قريب حصلت في الكوفيد في الكوفيد يعني كيفش كانت قبل الكوفيد يعني قبل الكوفيد غير بدأ الكوفيد لتمك سافرت أنا يعني مدة الكوفيد كنت خارج الوطن ادخلت اسمانا غلقوا البلد يعني تشفت ضربنا الجزائر غلقت طبعا أنا ادخلت اسمانا غلقت نعم خارج الوطن هنا في الخارج الوطن لا خارج الوطن خارج الوطن ما كانش الكورونا بزاف مشهورة لتمك يعني كنا ندير في دول الأسيوية في بلدان الأسيوية نعم كنت في ماليزيا أنا وفي ماليزيا كنت حابة رحل الاندونيسيا في هذك اليوم ولكن يعني كانت الاجماء مغلقة بسبب الكورونا يعني كنا التحركات يعني صعوبات في التحرك وتنقل كما قلت لك فأذلك الوقت للكورونا ما كانش بزاف منتاشرة يعني لما تخلت الجزائية غلقت الجزائية بدأت انتاشر الحالة بدأت انتاشر بجو يعني ما عاش بزاف أجواتها كورونا في بولدنا السياوية في ماليزيا نعم خمت يعني أجواء صعبة أنا دك نعم فمرحلة هذه والحمد للجزة الأخير بل يعني تعبت في الأيام هذه تعبت ما كانش لي ما تعبش في هذه كل أيام خاصة لما تشوف مرض خبيث في العالم كامل يعني مش في البلد واحد برك وخاصة لما تقعد في المنزل يعني تقعد في المنزل كي الناس فقدوا الشغل تاهم خدمة تاهم نعم يعني بسبب بسبب الكورويد طبعا